اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني دون مستقف وانا بقول ان ده مش قرار بصراحة يعني يخصه وقرار يخصنا كل ده اكيد قلت ان حالته النفسية صعبة جدا وانه قعد ساعة كاملة ما بيتكلمش فوجهته ده ازاي او انت حاولت التعامل معه ازاي في الوقت ده ده بقيت اتكلمه وقوله ما عنيش متشلش همه واشطان دخل بيننا وكنت بحاول انها اخرجه من المود اللي هو فيه بس وخلاص مش هنتكلم في الموضوع ده وعدنا نتكلم في حاجات تاية وانا هو قاعد اعنا كنت شايفا وشه ربنا يسترعانيه وفعلا لمشتش لما هو لقيته ابتدى شوية بعد ساعتين من عادته معه كان بيه ترتبات تانية للمؤتمره ولكن كان فيه مفاجأة من خلال المؤتمر هل ده كان متوقع؟ لا اعتقدش ان هي كنت مترتبه لان هي يعني احنا كننا متفقين ان هو المؤتمر ده نيته خير وارضا لشعب الجفاع جايبين واكبرنا كمان تشكوش كعضو طبعا يعني هو بيحب تصريح ابو عضو ممتسب ان هو يعني ردا لكرامة عضو الجماعي العمبية وستاذ هاني كان برضو مصر على ده عشان كلنا نحترم بعض لان احنا هنجا كلنا زمالي واخوات فجابوا علشان يعتذر فهو موضوع طبعا اكيد اكيد اي حد ما كانوا هيداي وصلوا دلوقتي اللي انتو الاجتماع وانا تكتب معلش انا فيه بس الاستاذ عحمد كان قال من ضمن التصريحات ان ازم هي ازمة امال ماهر انها كانت من ضمن اسباب استقالته ان الردود فعل الناس ان ازم في المؤتمر وهذا السبب الحق اكيد اكيد شوكرا نفان خدوا المايكات يا معا شكرا